السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وصديقاتي طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي مرحبا بكم معي أنا معلمتكم حياة الزهراني وزميلتي في لغة الإشارة الأستاذة نسرين النصار المادة لغتي موضوع الدرس النص القرائي الصديقاني خير ما نبدأ به في جميع أمورنا البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو غلاف كتابنا لمادة لغتي ولونه ممتاز لونه أحمر ونشاهد صورة أسرة فواز ونراء على غلاف الكتاب وهنا لدينا الفهرس والذي يسهل علينا طريقة البحث عن رقم الصفحة نحن في الوحدة الثانية أصدقائي وجيراني دروس الوحدة الدرس الأول الصديقاني تبدأ صفحاته من الصفحة رقم 60 هنا غلاف الوحدة نحن في الوحدة الثانية عنوانها أصدقائي وجيراني ولون هذه الوحدة اللون الأخضر نشاهد هذه الصور والتي تجمع فواز ووارده بالأصدقاء والجيران ورسالة بأسفل الغلاف موجهة إلى الأسرة العزيزة هيا بنا الآن نجلس في مكان هادئ ونجلس جلسة صحيحة نستمع إلى المعلمة ولا ننسى أن نحضر كتاب لغتي وقلم الرصاص في الدرس الماضي تعرفنا على هذا النص القرائي الذي قرأناه وسنقرأه اليوم إن شاء الله مرة أخرى في الدرس الماضي تعرفنا على بعض التراكيب اللغوية هل تتذكرون تلك التراكيب التي تعرفنا عليها؟ ممتاز أل الشمسية وأل القمرية ممتاز وأيضا تعرفنا على أنواع التنوين وهي تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر وأيضا تعرفنا على أسلوب الاستفهام وكيف أننا نقرأ أسلوب الاستفهام بصيغة السؤال اليوم مرة أخرى سوف نقرأ النص بإذن الله ونتعرف على شيء آخر نستمع إلى قراءة المعلمة ونردد النص بعد المعلمة نتحدث عن القصة وتسلسل أحداثها إذن هذا هو النص يا أصدقاء نفتح الكتاب الآن على الصفحة رقم ستين كما أشير إليها الآن هذه الصفحة ممتاز أريد منكم الآن أن تقرأوا النص قراءة صامتة ونركز في تسلسل الأحداث حتى بعد أن نقرأ وننتهي من ذلك سوف أتناقش أنا وأنتم في تسلسل أحداث هذه القصة القصيرة المشوقة والتي فيها الكثير من القيم والاتجاهات دقيقة واحدة تبدأ من الآن للقراءة ووضع خط تحت الكلمات التي صعب علينا قراءتها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ننتقل يا أصدقاء إلى الصفحة التي تليها ونركز أيضا أثناء القراءة أولا نقرأ قراءة صحيحة صامتة ثم نركز على الشمسية والقمرية أيضا والأساء سلوب الاستفهام أي جملة انتهت بعلامة استفهام وأيضا الكلمات التي صعب علينا قراءتها نضع تحتها خطا دقيقة واحدة من الآن للقراءة الصامتة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ثم الآن إلى الصفحة التي تليها وأيضا سنقرأ قراءة صامتة ونركز على أحداث القصة وأيضا الجملة التي انتهت بعلامة استفهام وأيضا إذا كان لدينا كلمة فيها الشمسية أو القمرية نضع تحتها خطا حتى عندما نقرأها نستطيع التفريق والتمييز بينهما دقيقة تبدأ من الآن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إلى قراءة المعلمة الصديقاني دعا عمار صديقه خالدا ليلعب معه بقطاره الجديد وطلب منه أن يمسكه حتى ينتهي من تركيب القطباني لكنه سقط من يده فتكسر وتفككت أجزاؤه غضب عمار وصرخ قائلا ماذا فعلت بلعبتي؟ أرمي أرميتها على الأرض لتكسرها؟ أرمي 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 جديدا شكرا أرمي 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 أن يمسكه حتى ينتهي من تركيب القطباني القضباني لكنه سقط من يده فتكسر وتفككت أجزاؤه غضب عمار وصرخ قائلا ماذا فعلت بلعبتي؟ أرميتها على الأرض لتكسرها رد خالد لقد سقطت من يدي من غير قصد وأرجو أن تسامحني دخلت الأم وسألت عمارا عن سبب صراخه فحكى لها ما حدث ابتسمت الأم وقالت يا بني سأشتري لك قطارا جديدا ولكن من أين آتي لك بصديقك خالد ندم عمار على تسرعه وعتذر إلى خالد وراح يلعبان معا شكرا يا أصدقاء على الترديد بعد المعلمة الآن سوف نقرأ النص مرة أخرى ونردد بعد المعلمة ونركز على الكلمات التي صعب علينا قراءتها هيا أنا وأنتم الآن الصديقان دعا عمار صديقه خالدا ليلعب معه بقطاره الجديد وطلب منه أن يمسكه حتى ينتهي من تركيب تركيب القضبان القضبان لكنه سقط من يده فتكسر وتفككت أجزاؤه 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 غضب عمار وصرخ قائلا ماذا فعلت بلعبتي بلعبتي أرميتها أرميتها على الأرض لتكسرها 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 رد خالد لقد سقطت من يدي من غير قصد وأرجو أن تسامحني تسامحني دخلت الأم وسألت عمار عن سبب صراخه فحكى لها ما حدث ابتسمت الأم وقالت يا بني سأشتري سأشتري لك قطارا جديدا ولكن من أين آتي لك بصديق كخالد ندم عمار على تسرعه واعتذر إلى خالد وراحا يلعبان معا شكرا أصدقائي على الترديد بعد المعلمة الآن نركز في الناس قولوا لي أصدقائي ال الموجودة في عنوان النص الصديقاني هل هي الشمسية أم القمرية ننطقها الصديقاني ممتاز ما هي الشمسية رائعين كيف نكتبها ولا ننطقها كيف نطقنا هل نطقنا ال هنا في الصديقاني لم ننطقها أحسنتم والحرف الذي أتى بعد ال ما هي حركته الشد أحسنتم إذا كان الحرف الذي يأتي بعد ال مشدد إذن هي الشمسية ولا ننطق حرف لا ونقول الصديقاني ممتاز نريد الآن يا أصدقاء أن نستخرج كلمة فيها تنوين ضم ممتاز كلمة عمار أحسنتم كلمة أخرى فيها تنوين بالفتح أحسنتم خالدا أريد الآن كلمة فيها القمرية هيا رائعين كلمة فيها القمرية حتى نميز بين الشمسية في الصديقاني والكلمة التي ستقومون باستخراجها من النص أحسنتم يا رائعين كلمة القذباني ننطقها ونرددها الآن القذباني نطقنا ال نطقناها ممتاز إذن هي تنطق وتكتاب لاحظوا حركتها الساكنة ممتاز والحرف الذي أتى بعدها مضموم القذباني أحسنتم يا رائعين الآن ننتقل إلى بقية النص لاحظوا معي كما درسنا في الدرس الماضي أن هنا يوجد لدينا اسلوب استفهام جملة انتهت بعلامة الاستفهام وتعرفنا أيضا على كيفية قراءتها فعندما نقرأها نقرأها بصيغة السؤال وكأننا نسأل إذن كيف سنقرأها هل سنقرأها ماذا فعلت بلعبتي نقرأها بهذه الطريقة ممتاز كيف سنقرأها ماذا فعلت بلعبتي ممتاز نقرأها بطريقة السؤال إذن لدينا الآن سؤالين في هذه أو في هذا المقطع من النص ماذا فعلت ماذا فعلت بلعبتي أرميتها على الأرض لتكسرها ممتاز هكذا نقرأ الجمل التي انتهت بعلامة استفهام بطريقة السؤال أيضا لدينا هنا في النص نريد أن نستخرج كلمة انتهت بتنوين كسر هيا رائعين تنوين كسر لدينا كلمات كثيرة استخرجوا واحدة ممتاز كلمة بصديق أيضا يوجد لدينا كلمة أخرى خالد أحسنتم هيا نميز الآن بين التنوين ماذا نسمي في كلمة قطارا تنوين فتح أحسنتم جديدا تنوين فتح وهنا صديق تنوين كسر رائع نلاحظ كلمة عمار ما هو التنوين هنا تنوين الضم ممتاز إذن يا رائعين من خلال الناس هناك تسلسل في الأحداث ما رأيكم أن نتحدث عنها كيف بدأت القصة نعود إلى الصفحة الأولى كيف بدأت القصة ممتاز بدأت بأن عمار دعا صديقه خالد لماذا للعب معه أحسنتم ماذا فعل ماذا حصل سقطت اللعبة أحسنتم وتكسرت إذن من الذي غضب أحسنتم عمار لأنه كان يعتقد بأن خالد أسقط اللعبة متعمدا ليكسرها ماذا حدث بعد ذلك دخلت الأم ممتاز دخلت الأم ماذا قالت الأم عندما شاهدت ابنها غاضبا ممتاز سألته عن سبب صراخه وقالت له جملة ما هي أحسنتم الجملة يا بني سأشتري لك لعبة جديدة ولكن كيف سأأتي لك بصديق كصديقك خالد إذن هذه الجملة ماذا فعلت هذه الجملة بابنها عمار أحسنتم أشعرته بالندم على ماذا على تسرع ممتاز وبعد ذلك بعد الندم ماذا فعل هيا أصدقاء من خلال النص أحسنتم رائعين اعتذر إلى خالد وبعد ذلك بعد أن اعتذر إليه دائما عندما نعتذر لأصدقائنا عن الأخطاء التي نرتكبها بعد ذلك نشعرهم بأنهم لازالوا أصدقاؤنا ونتشارك اللعب معهم مرة أخرى وهذا ما فعله عمار مع خالد بعد أن اعتذر إليه راحا يلعباني معان إذن عادوا عادوا إلى اللعب مرة أخرى إذن يا أصدقائي تحدثنا عن القصة وعرفنا التسلسل منذ أن بدأ عمار بدعوة صديقه خالد للعب حتى انتهت القصة بماذا بعودتهما إلى اللعب مرة أخرى إذن تعلمنا اليوم استمعنا إلى قراءة المعلمة رددنا النص بعد المعلمة تعرفنا على بعض التراكيب اللغوية وكذلك تسلسل الأحداث في القصة انتهى درسنا يا أصدقاء لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم في أمان الله